23 مجلساً للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصصاً للتدول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية في بداية أشغال هذا المجلس وارتباطاً بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصاره الله يوم أمس الأنبياء بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدًا عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ضد دلالات العميقة الذي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية انطلاقاً من المنعطف التاريخي لخطاب أجدير ووصولاً إلى تكريسها دستورياً واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك انتصاراً لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها وإذ تنوه الحكومة بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً ويوم عطلاً مؤدًا عنها فهي تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بعد ذلك قدم السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل مشروع القانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة إترى ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع القانون رقم 16-23 يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون المرسوم بقانون رقم جوج 23-100 جوج الصادر في 16 من شعبان 1444 9 مارس 2023 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية المغرب أمسيا موروكو وتصفيتها قدمه السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 16 من شعبان 1444 سعود مارس 2023 بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المرسوم بقانون رقم جوج 23-100 جوج الصادر في 16 من شعبان 1444 سعود مارس 2023 المتعلق بحل وكالة تحدي الألفية المغرب أمسيا موروكو وتصفيتها والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 71-77 بتاريخ 13 مارس 2023 ويهدف هذا المشروع إلى استكمال مصطرة المصادقة المنصوصة عنها في الدستور لا سيما الفصل 81 منه وذلك بعرض المرسوم بقانون المشاري إليه أعلى على البرلمان خلال دورته العادية الجارية ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداولي والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 16-67 الصادر في 11 من شعبان 1440 17 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار قدمه السيد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة ويأتي هذا المشروع لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المدى الأولى منه على أن المراكز الجهوية الاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3 و 4 الفقرة الأخيرة و 5 من المرسوم رقم جوش 16-67 الصادر في 11 من شعبان 1440 17 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيث عهد إلى السلطة الوصية بالإطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مروا الأسئلة تهيئ سيد الوزير أولاً تشكر صاحب جديد على إقرازتنا الأمازغية السؤال دي في خصوص نودرة اللحوم وخاصة بنا نعرفه واش كان الحكوم عند أرقام لا توفر رؤوس الأغنام وفي حالة لك النقص هل الحكوم ستلجأ إلى استيراد قطع الخرفان؟ شكراً تحيطي بسيد الوزير سيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى لحسابه دقت مرة أخرى ناقص خطر إفلاس صناديق التقاعد إلى اليوم الحكومة يبدو موقفها ضبابياً من هذا الإصلاح رغم المطالب المتكررة بهذا الموضوع سيد الوزير تلقينا سيلاً من الأسئلة حول تصور الحكومة من هذا الإصلاح الذي التزمت به على لسان رئيسها يعني بدأ به ابتداء من هذا الشهر الفائت ما هو التصور الحكومة في هذا الموضوع؟ شكراً شكراً سيد الوزير ما موقف الحكومة من التقرير الأخير للرپورتير sans فورانتير شكراً السلام عليكم سيد الوزير بسؤالي بخصوص معرض الدولي للفلاحة بمكناس كيف تفسرون غياب أو عدم حضور القصر لفتتاح المعرض وكما لاحظنا حضور وفد إسرائيلي للمعرض هل هناك تطبيع الحكومتكم مع الكين الصهيوني؟ وشكراً مرحباً سيد الوزير بداية نريد أن نهنئ كافة المغاربة على قرار جلالة الملك بتخصيص السنة الأمازيغية كعيد وطني سيد الوزير صدق مجلس النواب في الأسبوع خلال الأسبوع الماضي مقبل الماضي عفوناً على مجموعة من القوانين متعلقة بإصلاح منظومة الصحية ومنظومة الصحية الوطنية خصوصاً منها ما يتعلق بالوظيفة الصحية ووكالة المغربية الأدوية وغيرها من مقترحات القوانين سؤال سيد الوزير وكيف ستؤثر هذه القوانين على المنظومة الصحية خصوصاً في الشق الذي الذي يتعلق باهتمامات المواطنين في الجانب المتعلق بالموارد البشرية هل سيخصص موارد البشرية جديدة وغيرها ثم في نفس يقصد الوزير كان هناك مقترحة في الشق المتعلق بالتغطية الصحية هناك مقترح قوانين يعني جاء بإجراءات جديدة للأشخاص الذين لا يزولون أي مينة ما الجديد الذي سيقدمه لهذه الفعامين المواطنين شكراً سيد الوزير شكراً السلام عليكم السلام سؤالي كتعلق بالمرسوم لإصلاح المراكز الجاوية للستثمار ما هو الهدف والغاية من نقل الوصاية من وزارة الداخلية لرئاسة الحكومة شكراً شكراً سيد الوزير رئيس الحكومة في شهر نوفم وقال أنه في 2023 ستبدأ الحكومة في تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد إلى حدود الساعة يعني نحن في نصف تقريباً في 2023 وما زال الحكومة لا تتكلمت على المعالم العامة لتصورها لإصلاح هذا وكيف سيكون شكراً 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 يوم أمس أصدرت منظمة موراسيون بلا حدود تقرارها السنوي وصل نفات المغرب في المرتبة 144 ويجعل في مجموعة من الدول المنطقة الحكومة كيف تقرأ هذا الرقم كيف تشوفها تصنيف هذا وشن هو رأيها في حرية الصعفة بالمغرب وتحية شكرا مساء الخير سيد الوزير مساء النور هو نفس السؤال الذي طرحه زميل المختار بخصوص التحدية المائية التي تواجه المملكة في ظل توالي سنوات الجفاف ما هو حجم الهو اليوم بين الاحتياجات والمتوافر وملحلو الحكومية المبرمجة وما تم تنفيذه خلال العقود الثلاثة الماضية لمواجهة التحديات المائية التي تواجه المملكة شكرا مرحبا سيد الوزير سؤالي بخصوص موقف المغرب من الجدل القائم في إسبانيا بعد فتح تحقيق الحكومة الإسبانية تحقيقا يعني حول طرق دخول الديازل الروسي إلى إسبانيا عبر المغرب يعني نوات تأكد مسحة هذه الموضعات وإذا كانت هناك أرقام حول تصدير الديازل طرف شركات مغربية إسبانيا شكرا 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 أولا على طرح هذه الأسئلة كلها طبعا شكرا على طرح أسئلة تهم المجتمع المدني الذي يدخل في اختصاصات هذه الوزارة والذي تشتغل عليه هذه الوزارة منذ تقريبا سنة ونصف منذ تعين جلالة الملك ليه شخصيا لكن صحيح أنه ورد في البلاغ بأن الحكومة عبرت يعني عن الارتياح الكبير وتتمين القرار دي الجلالة الملك لكن لابد أن أعيد تسليط الضوء على هذا القرار الكبير الذي بالمناسبة يعني جلالة الملك دائما كان مع القضايا الهوياتية والقضايا التقافية لبلادنا فهذا حدث كبير يستحق كثير من تسليط الضوء لأن بلدنا في كل محطة محطة تحقق مجموعة من المنجزات في مجال الترسيخ دي الهوية الوطنية المغربية المتعددة الروافيد وطبعا المتعددة التقافات فسمحوا لي لابدت هذه البداية لأنه شخصيا ينتبه نعتزاز كبير وفخر كبير بهذه اللحظة الكبيرة جدا والتي تؤكد مرة أخرى بأن المغرب يعني ليس فقط غير الدستور الدستور يؤكد هذا لكن اليوم عبر قرارات كبيرة تاريخية يقودها جلالة الملك ويقود إصلاحات كبيرة في مجالات مختلفة ومتعددة الآن ندرة اللحم أنا ما متفقش على التوصيف نقدرون قلوبي أن هناك يعني واحد الارتباك على مستوى يعني كيفاش كان قطع دينا هذه واحد المجموعة دي للسنوات وكيفاش وصلنا لهذه الوضعية هذه اللي رحنا فيها في هذه السنة وطبعا بلا ما نذكرش الأسباب لأن الأسباب تعرفونها جميعا والأسباب هي أنه القطيع الوطني في السنوات الماضية خاصة في الكوفيد وفي التوالي سنوات الجفاف وخاصة يعني في واحد المجموعة دي المراحل اللي مرت منها بلدنا تأثر القطيع الوطني لكن الحكومة خدت مجموعة دي الإجراءات هذه الإجراءات أولا كان الإجراء الأول الذي أمر به جلالة المالك عبر تخصيص العشرات المليار دي الدرهم لفائدة العالم القرى ويجزء منها في واحد الجانب دي الإغاثة الماشية فيه الأعلاف المركبة والأعلاف يعني بصفة عامة فيه أيضا الجانب ديال توريد الماشية عبر إحداث مجموعة من نقاط ديال الماء ثم جاء إجراءات الحكومية المتوالية لإخدتها الحكومة خاصة عبر تخفيضات الضريبية اللي مرتبطة بالاستيراد قلناها في هذه الندوة قلناها في مناسبات أخرى مستوى الاستيراد لم يصل إلى ما كنا نتمناه حقيقة اليوم في هذه الأيام هناك معرض كبير الآن ينعقد بمدينة مكناس على الطاولة مجموعة من الاتفاقيات ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي سوف تدفع بهذا المصار هذا نحو مزيد من الإمكانيات التي ستعطى لفائدة الفلاحة الوطنية في الأسبوع مقابل الماضي كانت مراسيم للتخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المدخلات ومجموعة من المواد التي تدخل في إنتاج الفلاح عموما اللي نقدر نأكد هو أنه الحكومة برئاسة سيد رئيس الحكومة شخصيا يشتغل على هذا الميلة في هذا بشكل مباشر كانت اجتماعات تبعتي ومخرجات ديالها وفي هذه الندوة قدمنا المخرجات ديالها وكيفما قلت في هذا المساء اليوم سوف يتم توقع حوالي عشرين اتفاقية اللي هي ستشكل ذلك التعهدات والذلك المخرجات ديال اللقاء اللي كان مع السيد رئيس الحكومة وكلها تصب نحو دعم الإنتاج الفلاحي بما فيه هذا الإنتاج الفلاحي المتعلق باللحوم هذه الإجراءات هذه الآن راتخدات لإمكانية المالية سوف يخص واحد شوية فقط ديالوقت باش نقدروا أننا نلمسوا الأطر ديالها المباشر على المواطنين لكن أنا عرف سؤال ديالك مشى رأسا إلى العيد الأضحى الحكومة متعبئة لكي تنجح هذا المحطة هذه وتمر في أحسن الظروف وفي أحسن الأجواء وأحسن الظروف هي أنه يكون العرض وافير وتكون الأسعار في مستوى معقول مجلس أعلى الحسابات هو مؤسسة دستورية تقوم بأعمال وبمجهود كبير جدا في مجلس أعلى الحسابات غير مجال محاربة الفساد والتتبع العمل الحكومي والجماعات الطرابية وغيرها من المؤسسات ولكن أيضا في الجانب المرتابة منه بالتدبير توصيات ديال مجلس أعلى الحسابات هي توصيات مهمة الحكومة تنتبه إليها تأخذها بعين الاعتبار وتنفذ هذه التوصيات وبلا شك سمعته بأن السيد الرئيس الأول في الكلمة ديالها أمام البرلمان قالت بأن هناك توجه كبير من طرف الحكومة نحو تنفيذ التوصيات التي يتخذها هذه المؤسسة الكبيرة جدا وعطت حتى نسب نسب كبيرة جدا قالت وأنا ما أعتقد حوالي 50% نفذات و 31% في طور التنفيذ إذن هذا يؤكد بأن هناك خيارات قوي في معالجة هذا الموضوع بخصوص تقاعد اللي تكلمت عليه هذا كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي خاصة في دورته الأولى وكان الموضوع ديال واحد الاجتماعي اللي ترأسته السيدة وزيرة المالية واللي مع النقابة طبعا ومع الشركاء الهدف منه هو أنه نوضع تشخيص لهذه الصنادق الآن تشخيص توضع يجب أن نمره المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي المرحلة التي يلتخذ يعني الاتفاق حول الحلول وحول يعني الإطار العام لمعالجة هذا الملف يجب أن أكون صريحا معك ما نقول لك شبه أن هذا ملف سهل هو ملف معقد في صعوبات على مستوى يعني تعدد الأنظمة الاختلاف ديالها تشتوت ديالها أيضا لذلك فالحكومة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع النقابات لكي نصل إلى اتفاق إن شاء الله في إطار هذا العمل هذا المشترك واللي يكون الهدف منه هو نخرج بواحد الصيغة لتوافق عليها طبعا النقابات واللي تكون ترضي جميع الأطراف وتحقيق نتائج لهذا وحول وتقدم حلول لهذا الملف العويس اللي بالمناسبة عرفوا حد الإصلاح فيما قبل لكن ذلك الإصلاح لم يقدم أي نتائج بل كان إصلاحا ضرفيا والدليل هو أنهم بعد خمس سنوات نحن اليوم نقف حول أن المشكلة تجدت لذلك هذه الحكومة هي عازمة على إصلاح هذا الموضوع لكن بشراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات وطبعا في إطار ما تتطلبه اللحظة الوطنية من إنخيرات جد ومسؤول وهذا هو ما لمسناه من طرف النقابات هناك إنخيرات كبير من أجل حل حالة كل ملفات صحيح أنه وجهة النظر أخصات تقد في المستقبل إن شاء الله بخصوص الموضوع اللي تكلمتي وعليه ديال المرتبط بالمراسل بلا حدود أولا هذه المؤسسة هي مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب يجب أن نعترف في هذه المسألة هذه تانيا حكومة تتقبل بسد الرحب جميع الانتقادات شرط أن تكون هذه الانتقادات موضوعية وأن تكون أيضا بناءة لكن للأسف هذه المؤسسة أصبحت ماطية ديال واحد المجموعة للأجندات للأسف ما عندها حتى شيء علاقة بالمصار ديال الصحفة ببلادنا الموضوع المرتبط بمعريض مكناس ولن معريض مكناس هو حدود كبير وهو مناسبة وطنية مهمة جدا وهو ملتقى للفلاحين والمنتجين في بلادنا وأيضا كي يتلقوا مع المتدخلين لمؤسستين هذا العام هذا صحيح أنه كيجي في أحد الظروف اللي احنا كنا كنت صفقه على المستوى الفلاحي بأنها ظروف صعبة لكن يجب أن يحفزنا جميعا كحكومة وكفلاحة باش نعطيه مزيد من الأمل نقدمه مزيد من الإجراءات نحفز الفلاحة أكتر ندفع المؤسسات أكتر نحو الإنخراط القوي في دعم هؤلاء الفلاحة جميعا لذلك أنا أعتقد بأنه لن يكون إلا قيمة مضافة جديدة مرة أخرى لهذا المجال اللي كنا نعوله على أنه ستكون فيه مجموعة من الإجراءات الحكومية الكبيرة وأنا تكلمت على جزء منها هذا المساء سيكون بالإضافة إلى إجراءات أخرى والهدف هو ندعم الفلاح الوطني ندعم الإنتاج نتحكمه في التضخم نهبطه من الأسعار بخصوص القطع ديال الصحة قطع ديال الصحة صحيح أن البرلمان صادق على خمسة ديال القوانين وبقي قانون واحدة أخر وصادق عليها الآن في مجلس النواب وعرفت واحد النقاش كبير من طرف النواب البرلمانيون وأيضا القوانين التي تعرضت بالأسبقية في مجلس المستشارين هي الأخرى عرفت واحد النقاش كبير وأنا سعيد جدا بهذا النقاش لأن قوانين من هذا الحجم هذا وبهذا التعقيد وبهذا النظرات التورية للإصلاح لا بد أن تحضى بهذا النقاش لكي على الأقل يتابع الرأي العام ويعرف ما هو الجديد لإجابة الحكومة واشهد الجديد يصلح لمعالجة مشكلات الصحة التي تركمت لسنوات أو لا فقط سيكون غير بعد الإجراءات المؤقتة وأنا لا أعتقد بأنها مؤقتة لأن هذا إصلاح جديد الهدف منه هو نخرجه من واحد النمط نمط معزول للإصلاح إلى واحد الرؤية موسع للإصلاح بشكل عام فالقوانين اللي تمت المصادقة عليها واللي جزء منها غادي يرجع لمجلس المستشارين وجزء منها غادي يرجع مرة أخرى كيف ما قلت في إطار يعني التداول ما بين المؤسستين البرلمانيتين كالقانون رقم 0822 المتعلق بإحداث المجموعة الصحية هذا قانون مهم الهدف منه هو تكريس البرنامج الطبي والخريطة الصحية طبعا عبر جميع الموارد والوظائف ديال الدعم القانون الثاني هو القانون رقم 1022 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الهدف منه هو تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية وتوفير الأدوية والمنتجات الصحية على الصعيد الوطني وسهولة الوصول إليها وتكون مخزون استراتيجي خاص بالأدوية على الصعيد الوطني في إطار طبعا الرؤية الملكية لإنتاج مجموعة الأدوية في بلدنا وأيضا مجموعة من اللقاحات مشروع قانون الوكالة المغربية الدم هذا يعني كان مطلب قديم جديد من طرف مختلف يعني الفعاليات المهتمة بقطع الصحة في بلادنا لأنه كان مجال ديال الدم فقط في بعض المراكز على ما أعتقد واحد ثلاثة على الصعيد الوطني فهذه المؤسسة هذه الآن الهدف منها هو الوصول إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التزود بالدم وأيضا توفير احتياجات المؤسسات العلاجية كان مشروع القانون الوظيفة الصحية هذا قانون مهم جدا توري غير يخرج رجال ونساء الصحة من الوظيفة العادية يقول لي عندهم قانون خاص لفيه طبعا مجموعة من الضمانات لكن أيضا في واحد المورونة لكي يجد الإدارة والمجموعة الطرابية تلقى طبيب بسهولة وتقدر أنها تستعين به في مجموعة من المراكز كي طبعا ذاك الرقم السيدلالي خمسمائة وتسعود الذي قامت به الحكومة اعتماد النظام جديد للتعويضات المبني على الفعالية والكفاءة المهنيين توزع العادي للمهنيين الجغرافية لأنكم تعرفوا الآن بأن المهنيين المركزين في ثلاثة ديال المدول الكبرى على الصعيد الوطني تجيع المهنية المغربة المقينة بالخارج على العودة لوطنهم الأم بالنسبة للتغطية الصحية بلاشك تابعتيوا هذا الموضوع هذا الأرقام المحققة لحد الآن هي أرقام مهمة جدا كان الآن بالنسبة 11 مليون الأولى اللي كانت من الأجارة عندها التغطية الصحية ديلها وصلنا على مستوى الناس اللي كان عندهم الرماد اللي كي تسموا الآن متضامون 9.7 مليون منخارات وحنا غاديين بشكل متدريج باش نكملوا هاد الفئات اللي اليوم تستفيد من الخدمات الصحية على مستوى المشفية العمومية بالمجان وتستفيد من الخدمات على مستوى القطاع الخاص بحالها بحال جميع الأجارات ومرة أخرى أؤكد من خلال هذه الندوة بأن كل ما قيل في هذا الموضوع هذا يعني لا مجالة يعني ولا علاقة له بالواقع بل الكلام الذي كان يقال بأن هناك يعني مجموعة من التعطرات التي شابت هذا الانتقال أنا كنقول بأن الانتقال هذا مرة في ظروف جيدة هناك حالة هناك شكاية نتلقاها نتابعها نبت فيها ومن كي يكون يعني الحالات التي تحتاج إلى التدخل يتم إدماج هؤلاء الأشخاص المستفيدين من النظام رميد بشكل سالس 11 مليون اللي عنا هي ديال المهنيين اللي كانوا منهم فلاحة وسائق طاكسيات وأيضا مجموعة ديال المهان بما فيها الصحفة وإلى غيرها من المهان الأخرى هذه الآن تسير بشكل يعني جيد والحكومة وفرت مجموعة من الإمكانيات لصالح هذه المؤسسة ديال لسينيسس باش تقدر أنها تواجد في جميع المناطق وتقرب من الخدمات وتكون واحد السرعة في الاستجابة للطلابات كان واحد النقاش في البرلمان على 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 أنه كان شيء قانون جديد كان شيء قانون تدع في البرلمان المتعلق بالحماية الصحة للأبوين هذا هذا موضوع اللي لابد أنه ربطه بالقانون خمسة وستين سفر سفر اللي كان يعني جاء في الحكومة ديال الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله واللي أعجب في المادة خمسة منه بأن هناك إمكانية للمؤمنين أنهم الآباء ديالهم يستفدوا من 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 رعاية الصحية فقط يكفي أنه أن تصدر الحكومة مرسوما هذا المرسوم اللي حدد المبلغ ديال الاشتراكات كان يكفي أن يصدر آنذاك مرسوم الاقتطاعات لهؤلاء المنخرطي الموظفين يعني في هذا الصناديق هذا واش الهدف هو أنه تكون تغطية إجبارية عوض أنها تكون اختيارية بناء على المادة خمسة من القانون خمسة وستين سفر سفر فبالتالي هذا نقاش اللي يعني لا يجدوا مكانه في الواقع خاصة أن هذا الموضوع هذا تم حسبه بالورش ديال الحماية الاجتماعية الذي أقره جلالة المالك الآن تحديات الآن اللي ممكن أنها تعترض هذا الملف ديال 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 واللي الحكومة فكرت فيها وبدت تشتغل عليها بشكل بشكل عام التحدي الأول هو على مستوى الأطر الصحية والطبية فالحكومة كتذكروا بأنه تم توقيع واحد للتصفاق ما بين الوزارة ديال الصحة الوزارة ديال الميزانية بإشرافين مباشر من سيد رئيس الحكومة الهدف منها هو الرفع من عدد الأطباء والمهنيين ومن عدد الممرضين في أفوق سنة 2025 سنتشارك معكم المعطيات المرتبطة إن شاء الله بهذا الوصول الوصول بشكل تاراكومي إلى 22 139 مستجل جديد على مستوى الكليات للطب والصيدلة و12 790 خريجا من الكلية الوصول بشكل تاراكومي إلى 12 2424 مستجل جديدا و3881 خريجا من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الخاصة بحلول عام 2025 الوصول بشكل تاراكومي إلى 33 600 مستجل جديد و16 700 خريج من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الوصول إلى 5679 ممرضا جديدا مسجلا وفنيا صحيا و2390 خريجا من المؤسسات خاصة تحت إشراف وزارة تعليم العالي والبحث العلمي وبترخيص مهني بحلول عام 2025 الوصول 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 إلى 93 954 مهني متخصص في الرعاية الصحية في عام 2025 فيها 41 999 طبيب وصيد وطبيب أسنان وفيها 51 955 ممرضا تقنيا هذا سيعطينا نوصل إلى المعدل التغطية بلغ 24 فاصلة سعود مهني متخصص في الرعاية الصحية لكل 10 الاف نسمة في عام 2025 إذن هذا بشكل عام هدو 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 الأرقام غادي تمكننا من أننا نكون في المعدلات ديال آه اللي مقرر دوليا بخصوص الرعاية الطبية وعدد المهني ديال الصحة اللي يخصون بيكون فهد فهد المنظومة هذا بخصوص آه المرسوم المتعلق ب المراكز الجهوية للاستثمار ولن هذا الموضوع ديال الاستثمار حينما علجته الحكومة علجته بشكل شمول كان واحد المتاق ديال الاستثمار الذي تأخر أزيد من 20 سنة هذه الحكومة استطعت في ضرف قياسي أنها تجيب لماذا لأنها هذه الحكومة تعريث بأن حل المشكلات ديال الشغل على المستوى الطرابي وحل المشكلة ديال التنمية على السعيد الطرابي يكمن في مشروع جديد لمتاق الاستثمار يعالج هذه المشكلات في الهوامش وفي المدن البعيد وفي المناطق لأن السياسة سأكررها مرة أخرى السياسة التي تعتمد هذه سنوات عبر أن نعطيها تخفيضة ضريبية في مناطق معينة نسميها تسريع الصناعي هذه تكرس أن الاستثمارات تتمشي لهذه المناطق ولا تنتشر على السعيد الوطني فإقرار سياسة جبائية عامة على جميع الشركات وفق المبلغ التي تحققهم الأرباح والتي يجى في القانون المالي هذه السنة التي هي سنة 2023 أعطانا أولا وحدنا المساطير المرتبطة بالضريبة بمعنى تكون في تسريع الصناعي أو تكون في أقادير أو تكون في منطقة المناطق البعيدة هذه هي الميطاق الجديد عبر إقرار المجموعة المنح 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 المرتبطة بالمجال بمعنى من يريد أن يستثمر في المنطقة التي تقع في اللائحة باء المناطق البعيدة يأخذ أكثر من الدعم الذي يأخذ واحد لإستثمار في المناطق المعروفة بأن الاستثمار فيها سهل وأن الشغل نسبيا متوفر مقارنة مع مناطق أحد أخرى الآن هذا المرسوم الجديد بما أن الاستثمار لا يخضع فقط للسلطة المكلفة بالداخلية بحدها وبما أن هو قطاع يخضع لمجموعة من المتدخل كان طبيعي جدا أن نجيب هذا المرسوم لنخرج من ذلك النظرة القطاعية لمجال الاستثمار لكي تصل إلى الإسراف المباشري للسيد رئيس الحكومة الذي يعطيه الدستور وحد المجموعة الصلاحية في مجال الالتقائية المشاريع الدولة ويعطيها الالتقائية في مجموعة التخصصات بعد ذلك لرئيس الحكومة أن يفوض للقطاع الذي يعتبر بأنه سيستطع أن يوكب بشكل أوسع الموضوع للإستثمار فهذه محطة أولة هناك محطة تانية اللي إن شاء الله سوف تكون خلال الأشهر القليلة المقبلة هي إصلاح القانون ديالستثمار 47-19 على ما أعتقد هذا هو الآخر سوف يتم طرح على طاولة مجلس الحكومة مشروع جديد لهذا القانون اللي يأخذ عود بعيد الاعتبار الإصلاحات الجديدة اللي يجاد في المتاق لكي نستكمل هذا الورش هذا من ناحية القانونية وننطلق في العمل الميداني المباشر طبعا والهدف هو هدف واحد باش نجاوب على واحد السؤال جبناه في البرنامج الحكومي نربط الاستثمار بتشغيل وبإنتاج الطروة إصلاح انظمة التقاعد على أعتقد جمرتين ولكن أنا قدمت فيها جوبة لما لما يجب أن نعترف بأن هذا مشكل ويجب أيضا أن نؤكد بأن هذه الحكومة هذه رأي هذه الآن سنتين وهي تواجه هذا المشكل لأنه للأسف سنتين والتساقطة المطارية ما كانتش يعني على الأقل لما كانتش المتوسط بالإضافة إلى أنه هناك عجز مسجل في السنوات الماضية بالإضافة إلى أن هناك تأخر في إنجاز مجموعة من المشاريع اللي كان المفروض أنها اليوم تكون جاهزة وتكون فيها واحد المجموعة ديال يعني واحد الكيمية معينة من المية هذه الحكومة أول شيء قامت به هو أنها أعطت إمكانية مالية كبيرة جداً لمعالجة المشكلات اللي طرحات في مجموعة من الأحواض كي بقى المشروع الكبير واللي أيضاً مشروع من المشاريع الكبيرة جداً اللي كنا كنا نحلمو بها وكنتكلمو عليها وما كنا نطلق عليه لو طرد دولو طريق السيار للماء اليوم نشتغل على ورش كبير غير يجي لما منسبو إلى الحوض ديال أبير قرق الكلفة ديال أستاذ المليار ديال الدرهم نهاية الأشغال إن شاء الله متوقع أنها تكون قبل من أكتوبر متعاقد على أنها توجد في أكتوبر الهدف هو أنه هذا المنطقة ديال حوض أبير قرق مع در البيضاء أنه يتم يعني تقديم أو لن نواجه الحاجيات المائية اللي مطلوبة في هذا القطبين هناك عمل كبير على مستوى المحطة ديال تحلية هناك جزء كبير في شاركة مع يعني المكتب الشريف للفصفات يقوم بعمل كبير هناك وحدات لخلال أيام إن شاء الله ديال التحلية سوف يتم يعني تبدأ في الاشتغال الجديدة المنطقة ديال الأسفي مناطق وحدة أخرى اللي كتشتغل عليها الحكومة هناك عمل كبير وإمكانية مالية كبيرة جدا للتعطات في المجال ديال الربط ديال الأحواض لأن هناك أحواض فيها عجز هناك أحواض نسبيا فيها واحد المتوفر اللي هو يعني مقدار هذا شيء كله كتقوم به الحكومة باش تواجه هذه الحاجيات المسجلة على مستوى المناطق يكفي أنني نتكلم على الأرقام اللي اللي تعملت خاصة على مستوى استكمال مجموعة من المشاريع اللي كانت يعني كانت متأخرة بناء السدود سواء منها الكبرى أو المتوسطة القيام بمجموعة من المنشآة المائية على مستوى جملة من المناطق وطبعا الهدف هو أنه نوفر هذه المادة الحيوية ولكن مش فقط نوفرها غير الشرب لأنه الانتباه فقط للشرب بعد الانتباه للفلاح يقدر إدنا إلى معضلات مرتبطة بالتضخم على مستوى الفلاح لذلك الحكومة توازن هذا الموضوع بكثير من يعني الانتباه نعطيه من حرموش المدن والعالم القراوي طبعا من الماء الصالح للشرب مجتمع المدني مجتمع المدني والجمعيات للمجتمع المدني عموما هذه الوزارة هذه منذ كيفما قلت منذ أن منذ أن تم تعييني من طرف جلالة الملك أول شيء اشتغلنا عليه هو أنه اشتغلنا على واحدة استراتيجية جديدة لأنه حينما نشتغل في غياب استراتيجية كيف يقول لي قاعدك شيء اللي درتي قاعد المجهود اللي قمتي به ركافي حينما تكون استراتيجية بالأهداف آنذاك يكون القطاع مسؤولا ويكون ممكن محاسبته برلمانيا ممكن محاسبته من طرف الصحافة يمكن محاسبته حتى من المؤسسات الدستورية اللي 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 تكلمتي عليها لك أول حاجة وجدنا واحدة الاستراتيجية اللي اشتغلنا عليها بشكلين دقيق خذينا جميع الوثائق اللي تنتجت في بلادنا بما فيها الوثائق التي أصدرتها مجموعة من المؤسسات الدستورية طلنا على ما يقع على الصعيد الدولي ولكن ماشي الصعيد الدولي الدول التي لها علاقة لها ببلادنا بل على العكس ركزنا على الدول لتتقارب مع بلادنا على مستوى الدخل على مستوى مجموعة من المؤشرات لأن حتى طبيعة المجتمع المدني رح تختلف من دولة إلى أخرى ونعطي مثال ولاية المتحدة الأمريكية يمكن تأسيس الجمعية بشخص واحد ولاية المتحدة الأمريكية يمكن تحقيق أرباح من المجتمع المدني لكن احنا في بلادنا لا يمكن يبقى المجتمع المدني يقوم بعمل تطوع لفائدة المجتمع استراتيجية وجدناها فتحنا مشاورات مع جميع المتدخلين سمعنا لهم ضمننا هاتشي في الاستراتيجية الآن نبدأ نزلوف هذا الموضوع هذا على مستوى سمعت في سؤال بأنه كانت أنا على حد علمي بأنه الذي كان قبل هو أنه كنا نعدده كنا نوجده كقطع واحتقار هذه الشاركة نحن نخدم فيه سنوجده إن شاء الله سنقدرون نخرجه في هذا الشهر إلا ما كان شهر المقبل لأنه هذا سيكون بالمناسبة ستكونوا حاضرين باش نتكلموا على الشاركة اللي درتها الحكومة وجميع المؤسسات ديال الدولة بمعنى كقطع نحن فقط نجمع المعطيات ونتأكد منها ونقدمها وندرسها ونأخذ منها العبار وتنشوفوا فين مشى الدعم العمومي وش من جمعيات وش من مجال وش كتشتغل وش الدعم العمومي كافي ولا لا وش خصنا نزيده شنا هي الآليات والميكانيزمات كيف يتوزع وش كانت موضوعية وش وصلات حقات الغاية ولا لا هذه سياسة هذا هذا يدخل في الاختصاصات طبعا بالإضافة إلى مجموعة من المتدخلين الآن بدينا بالتفعيل ديالستراتيجية عبر يش عبر إطلاق ثلاثة ديالالطلبات ديالالتكوين طلقنا جوج واحد في فاس وطلقنا واحد في قلميم ودبا غدين إن شاء الله غدين تلقو ديال الضر البيض لأنه غدعنا المنتدى الوطني الأول للمجتمع المداني الذي سيكون الموضوع هو تشغيل الجمعوي لماذا تشغيل الجمعوي لأن تشغيل الجمعوي يعود بأنك تأخذ الأرقام هذه الدراسة التي قمنا بها ومشينا نشوف ما يقع في العالم لقنا بأن الجمعيات ليس فقط تقدم خدمة طوعية المجتمع تساهم في الناتج الداخلي الخام وتوفر فرص للشغل قلنا هذه المنظومة تشغيل الحالية التي تتكلم على الجمعيات تجمعهم على المقاولات لكن مني نجي نشوف التحفيزات على مستوى الضريبة والدعم تلقوها بأن هذا محدود قلنا نفتح واحد النيقاش ونشوف ما يقع المستوى الخارجي ونسمع هذه الجمعيات التي عندها تجربة في مجال تشغيل الجمعوي ولما لا نفكر أنه ندير مقترحات إما تنظيمية مراسيم وإما نعمل قانون الذي نقدر نعطيه فيه إمكانية كبيرة للجمعيات لكي تساهم معنا وتساهم مع بلدنا في تشغيل هذا الموضوع كيف نريد أن نقربه بطريقة تقليدية نريد أن نخطب على الناس ويعطينا التوصيات ونقول لها كل شي مزيد قلنا نجيبه 21 متدخيل ولا 30 متدخيل في هذا الموضوع هذا ونقربه عبارة عن عرض معرض كل مؤسسة مؤسسة عرض وكل مؤسسة كانت تقلب عليها واحد الجمعية بغي تطلقها معها باش تطرح لها مشكيل ولا تشوف معها نعطيها تطلقها معها 1-5 دقيق أو 10 دقيق على الأقل اللي بدلولي كارت ونقربه ونشوف هذا المصار هذا سيستمر في الجهات 12 هذا لا يعني بأنه سنقوم بغي المنتدات لدينا مجموعة البرامج قريبا 21 مشروع اللي لدينا فالستراتيجية الجديدة سنزودك بالكتاب اللي فيه جميع المشاريع بما فيها المشاريع قانون التشور العمومي بما فيها القانون هذا اللي تكلمنا عليه تشغيل جمعوي وهذا الشي اللي تكلمت عليه ديال المنفعة العامة لم يتبت بأنه كان شي أبل دوف درته الوزارة ديالنا وطلبت المنفعة العامة نحن نطلب من الجمعيات اللي بدأت دخول معنا شريكة لأنه هذا الأبل دوف اللي تكلمت عليه ديال فاس وديال قول ميم مش نحن اللي غنديل لتكوين الجمعيات جمعيات التي ستقوم بتكوين الجمعيات لذلك نتطلب على الأقل يكون عند واحد المستوى ديال خبرة ديال تجربة ديال أنها قدمات تكوينات في مجالة متعددة ونبغي نأكد بأنه الجمعيات الوطنية المغربية تمتلك خبرات كبيرة جدا في هذا المجال وعندها حلول كبيرة جدا لأنها تجمع ما بين النظري الموجود في القوانين وفي ما هو هذا وأيضا تجمع ما بين التطبيق لأنها موجودة في الواقع كتشتغال وكتحط الملفة وكتعرف الصعوبات التي تعتاري للجمعية فهذه الستراتيجية رهنا إشاراتك نعطيها لك من هذا القطاع أنا متأكد بأن أول شيء قمنا به بعد حطنا الستراتيجية لكي نحاسب على هذا مع أمر ما كان استراتيجية فيما سبق سميناها ناسيج اليوم هذه الاستراتيجية تنفدها وسبق لهذه الاستراتيجية أن تم تقديمها في مجلس الحكومة وحضيت بمصادقة المجلس الحكومي بمعنى تحولت إلى سياسة عمومية وقدمناها في البرلمان في الغرفة في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي كل موضوع كي نكون في اللجنة إلا وتتم إطارة هذا الموضوع في نصل في الاستراتيجية وماذا نحن ندرت فخرجنا تطوع التعاقدي كمرسوم نحن الآن نشتغل على مرسوم للشاركة باش هاتش اللي تتكلمت عليه ندير واحد الدمقراطة لولوج للدعم العمومي نعطيه الإمكانيات للحكومة لتتبع الدعم باش ميمشيش الدعم في مجالات يعني ماشينش منطقية ومعقولة لذلك هذه جملة من الأوراش اللي بدأت الآن يعني تتنطلق تتنطلق بهدوء لكن غاديكون عنده واحد وقع كبير على الواقع الجمعوي ببلادنا شكرا لكم وعانكم الله أنطلقوا في مكناس معنين أو لا ما معنين أجبه لك لن أخذ لن أخذ لن أخذ لن أخذ